ومن المصدر نفسه من بصائر الدرجات في الصفحة الخامسة والسبعين بعد الثلاثمائة إنه الحديث الرابع بسنده بسند أبي جعفر الصفار عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه جابر يقول سألته عن قول الله عز وجل وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض قال فكنت مطرقا إلى الأرض جابر يقول سألت الإمام الباقر عن هذه الآية وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض كان مطرقا إلى الأرض قال فكنت مطرقا إلى الأرض فرفع يده إلى فوق ثم قال لي ارفع رأسك فرفعت رأسي فنظرت إلى السقف قد انفجر حتى خلص بصري إلى نور ساطع حار بصري دونه حار بصري دونه لم أستطع أن أركز في نظري باتجاهه قدرة على الرؤية صارت مشتتة فرفع يده إلى فوق ثم قال لي ارفع رأسك فرفعت رأسي فنظرت إلى السقف قد انفجر حتى خلص بصري إلى نور ساطع حار بصري دونه ثم قال لي رأى ابراهيم ملكوت السماوات والأرض هكذا ثم قال لي أطرق فأطرقت ثم قال لي أرفع رأسك فرفعت رأسي فإذا السقف على حاله على حاله الأول قال ثم أخذ بيدي وقام وأخرجني من البيت الذي كنت فيه المراد من البيت الذي كنت فيه من الغرفة فإن الغرفة التي هي جزء من الدار يقال لها البيت ثم أخذ بيدي وقام وأخرجني من البيت الذي كنت فيه من الغرفة التي كنت فيها وأدخلني بيتا آخر غرفة أخرى فخلع ثيابه التي كانت عليه وهي ثياب أهل المدينة الثياب التي يلبسها الناس في المدينة المنورة فخلع ثيابه التي كانت عليه ولبس ثيابا غيرها ثم قال لي غض بصرك فغضت بصري أي أغمض عينيك وقال لي لا تفتح عينيك فلبثت ساعة ثم قال لي أتدري أين أنت قلت لا جعلت في ذاك فقال لي أنت في الظلمة التي سلكها ذو القرنين في مغرب الكون في الجهة المظلمة من الكون فقال لي أنت في الظلمة التي سلكها ذو القرنين لقد صعد الإمام مع جابر إلى الفضاء فقلت له جعلت في ذاك أتأذن لي أن أفتح عينيك فقال لي افتح فإنك لا ترى شيئا ففتح عينيك فإذا أنا في ظلمة لا أبصر فيها موضع قدمي ثم صار قليلا ويبدو أن اللفظ الصحيح ثم شار قليلا ثم شار قليلا ووقف فقال لي هل تدري أين أنت قلت لا قال أنت واقف على عين الحياة التي شرب منها الخضر وهنا هنا يقع جبل الخضر فعين الحياة ليست في الأرض إنما شرب منها هناك في السماء الخضر أنت واقف على عين الحياة التي شرب منها الخضر وخرجنا من ذلك العالم إلى عالم آخر فسلكنا فيه فرأينا كهيئة عالمنا في بنائه ومساكنه وأهله فهناك في هذا الكون الفسيح هناك خلق كخلقنا وحضارتهم كحضارتنا فسلكنا فيه في هذا العالم فرأينا كهيئة عالمنا في بنائه ومساكنه وأهله ثم خرجنا إلى عالم ثالث كهيئة الأول والثاني حتى وردنا خمسة عوالم قال ثم قال هذه ملكوت الأرض ولم يرها إبراهيم الملكوت هنا بمعنى الملك حدثتكم عن الملكوت من أنه البعد الغيبي البعد الإلهي للأشياء فتلك دلالة أخرى الحديث هنا عن الملك وليس عن المعنى الذي حدثتكم عنه في الحلقات المتقدمة الملكوت هنا هو الملك ولكنه الملك العظيم الملك الواسع الفسيح حتى وردنا خمسة عوالم ثم قال هذه ملكوت الأرض ولم يرها إبراهيم وإنما رأى ملكوت السماوات وهي إثنى عشر عالما كل عالم كهيئة ما رأيت كلما مضى منا إمام مضى أي خرج من الدنيا انتهت فترته في الدنيا كلما مضى منا إمام سكن أحد هذه العوالم حتى يكون حتى يكون آخرهم القائم في عالمنا الذي نحن ساكنه فعالم القائم هو هذا العالم الذي نحن فيه لكنه محبوس الآن ومقيد هذا العالم بقيود جولة الباطل بقيود دولة إبليس حينما يحين موعد دولة الحق وحينما يقضى على إبليس حينئذ ستفتح أبواب الخير تتغير منظومة الزمان سنتحول من الزمان الضيق من الزمان الذي يوصف بأنه زمان كلب من الزمان الكلب إلى الزمان المونق العجيب إنه الزمان المهدوي الشريف وإنما رأى إبراهيم ملكوت السماوات وهي إثنى عشر عالما كل عالم كهيئة ما رأيت كلما مضى منا إمام سكن أحد هذه العوالم حتى يكون آخرهم القائم في عالمنا الذي نحن ساكنوه ثم قال غض بصرك فغضت بصري أي أغمض عيني ثم أخذ بيدي فإذا نحن بالبيت الذي خرجنا منه فنزعت الكثياب ولبس الثياب التي كانت عليه وعدنا إلى مجلسنا إلى الغرفة السابقة فقلت جعلت في داك كم مضى من النهار فقال الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه ثلاث ساعات مضى من النهار ثلاث ساعات لكنهم خرجوا خرجوا من حدود الزمان والمكان هذا مصداق من مصادق الولاية التكوينية لمحمد وآل محمد بحسب استيعاب جابر فجابر له قدرة على الاستيعاب لو أن الإمام أطلعه على ما هو أعظم من ذلك فإن وجوده سيتلاشى الإمام أطلعه على ما يناسبه على ما يناسبه الإمام لبس لبس لباسا ولكن جابرا لم يرتدي شيئا ما ذكر ذلك ربما لبس لباسا أيضا لكن الرواية تخلو من هذا الإمام لبس لباسا غير لباسه لماذا غير الإمام لباسه فهذه الثياب تتناسب مع العالم الذي تحرك الإمام باتجاهه هل الإمام محتاج لمثل هذا الإمام في مقامه الأصل ليس محتاجا لكن الإمام لبس ذلك كي يكون موقفه مناسبا لحال جابر الرواية فيها الكثير من الإشارات لكنني لا أجد وقتا كافيا كي أقف عند كل صغيرة وكبيرة إنما أردت أن أعرض المعنى الإجمالية لما جاء في الرواية وأن أقول لكم بأن الكثير من الأحاديث في ثقافة العترة الطاهرة تتضمن هذه المعاني هذه المضامين اطلع عليها خواص الأئمة ولكن بحسبهم الذي سيجري في زمن القائم سيكون مفتوحا سيكون مفتوحا إلى الآخر مفتوحا على الآخر قولوا ما تريدون أن تقولوا نذهب إلى فاصل